وفي المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة نظمت اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ندوة تعريفية لسير عمل الانتخابات والإجابة على استفسارات المواطنين إلى التفاصيل مع بدء التسجيل في الهيئات الانتخابية للمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة عقدت اللجنة الإعلامية للانتخابات ندوة تعريفية للمشاركين سبقتها جولة لرئيس اللجنة في الدوائر الانتخابية بالمنطقة الوسطى الترتيبات الموجودة مثل ما شفناها ماشاء الله جاهزين على أعلى مستوى والحمد لله صار في إقبال جيد من قبل المواطنين الكرام للتسجيل في هذه الدائرة وإن شاء الله نتمنى الأيام الجاي يكون كذلك الإقبال أكبر وأكبر إن شاء الله فنشكر كل العاملين على هذه الدائرة ونشكر كل المواطنين الذين سجلوا اللي إن شاء الله كذلك نوين سجلون في خلال الأيام الجاي إن شاء الله الجولة انتهت في منطقة مليحة حيث عقدت ندوة تعريفية جمعت مواطني المنطقة بأعضاء من اللجنة العليا للانتخابات وذلك للإجابة عن استفسارات الحاضرين ووضع النقاط على الحروف وتوضيح دور ومهام العضو المنتخب من المواطنين الهيات الانتخابية كلهم من أبناء وبنات المنطقة تجربة فريدة الندوة هذه ضمن الندوات وضمن المسائي لتوعية المجتمع وتوعية الناس وتوعية الأهالي بأهمية الانتخابات بأهمية المشاركة في الانتخابات بأهمية المشاركة في صنع القرار ومشاركة في الانتخابات الإمارة مداخلات الحاضرين وملاحظاتهم أثرت الندوة وعبرت عن المشاركة الفعالة للمواطنين في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يهدف كل مشارك فيه إلى خدمة الإمارة الباسمة مع بدء وانطلاق التسجيل في الهيئات الانتخابية لمدن ومناطق إمارة الشارقة تأتي هذه الندوة التعريفية لتضع النقاط على الحروف وتجيب على أسئلة واستفسارات المشاركين لأخبار الدار حامد محمدي من مركز الناشئة بمليحة